النهاردة في الجولة التسعة من الدوري المصري الممتاز المصري فاز على الإسماعيلي واحد سفر المقول العرب تعادل سلبان مع الزمالك بدون أهداف وبنفس النتيجة تعادل الأهلي مع سموحة بس كده بس كده بس دي الخلاصة بتاعت اليوم تقول تلات نتائج حصلت في اليوم النهاردة الأداء وحش النهاردة الأداء وحش جدا يا جماعة نتكلم في أهلي زمالك نتكلم في مصري وإسماعيلي الأداء مش حلو أنا النهاردة ما شفتش أداء حلو في كل الفرق اللي لعبت النهاردة باستثناء المقانون العرب اللي قدم مباراة بحدود الإمكانيات كبيرة قدام نادي الزمالك بصراحة شديد الباقي كله إيه الأداء ده هو إحنا ليه كده يا جماعة الناس النهاردة كلها بتشتكي على السوشيال ميديا هو ده الدوري بتاعنا هيدي الكرة اللي المفروض تطلع لعيبة لمنتخب مصر بالزمة دي لعيبة فعلا تلعب لمنتخب مصر بالزمة دي لعيبة تلعب لمنتخب مصر حط نفسك مكان روي بيتوريا الموديل فني لمنتخب مصر وطلع لي النهاردة أربع خمس لعيبة بس مش هقول لك حضواشر أربع خمس لعيبة بس يلعبوا لمنتخب مصر مية في المية مستحيل تطلع أربع خمس لعيبة مستحيل تطلع أربع خمس لعيبة تب أقول لك حاجة مش ببالغ لو قست على التسع أسابيع اللي تلعبوا في الدوري مش هتعرف تطلع أربع أو خمس لعيبة حفظوا على مستواهم الفني طوال هذه المباريات عشان نقدر نقول عليهم دول لعيبة ينفع يمثلوا منتخب مصر دي لعيبة دولية ايه ده وبعدين احنا الموسم اللي فات الكل الكل مش همايز نادي بعينه الكل ها جماعة الدول اللي كله إرهاق دوت وضغط المباريات والإصابات والغيابات وإلي 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 احنا لسه بنقول في الموسم بسم الله الرحمن الرحيم ده لسه تلت الموسم وأقل من تلت الموسم كمان التلت الأول من الموسم يعني لسه مكملناهوش واللعيبة ما بتجريش اللعيبة مش قادرة مفيش مهارات ومهارات بقى تعالى تعالى أقول لك حاجة سنة النهاردة جاية فض فض النهاردة أنا بفرقها على ثلاث ماتشاط وأنا بفرقها على ثلاث ماتشاط تعبت تعبت صدعت إيه المستوى ده إيه الكواليتي بتاع اللعيبة ده لا إحنا بعيد استنى بقى أقول لك حاجة مهمة جدا انسى الفكرة المدربين لا لا ما تحطش المدربين في الاعتبار إحنا نبقى نغير مدربين يمين الشمال في كل الفرق والأداء هو هو بقى لنا كم سنة بنغير مدربين رايحين يمين الشمال بنغير مدربين بتقول لك اسى المدرب ده طلع وحش اسى المدرب ده طلع حلو اسى المدرب ده نص نص اسى المدرب ده دحك علينا اسى المدرب ده جات معه بالصدفة الحكاية مش حكاية مدربين خالص إحنا عندنا مشكلة في الأصل في الأصل الأصل ده اللي هو إيه التربية والتنشئة بتاعت اللعب المصري فيها مشكلة كبيرة وضخمة الدليل على ده إيه إنه ما فيش لاعبين في مصري باستثناء بالكتير اتنين أو تلاتة بالكتير كمان مش عايز سمي مش عايزش يقول لي انت رايح للطرف على حساب الطرف بس اتنين تلاتة بالكتير اللي ممكن يبقى عندهم شوية سابات في المستوى ما عندهمش سابات في المستوى شوية يعني ايه شوية يعني لو بنتكلم في تسعة مباريات فهم هيبقوا كويسين في خمسة الباقي كله كله يديك مباراة حلوة وتقول يا سلام أنا عندي فرقتي أعظم لعب في الكوكب أنا عندي فرقتي اللاعب اللي ينفع يحترف في باريس سان جرمان وفريال مدريد يديك مباراة يديك مستوى مبهر ومدهش صدفة ايوة صدفة صدقني صدفة يعني اللاعب اللي بتشوفه أقدم مباريات كويسة وبعد كده ما أقدمهاش تاني هو الكويس اللي كان صدفة هو مستوى ما هبطش هو بس رجع لأصل مستوى يا ما عندي فرج على المطشاط النهاردة اللاعب مش عارفة تستلم الكورة اللاعب مش عارفة تبص الكورة اللاعب مش عارفة تعمل عرضية سليمة اللعبة مش عارفة تنهي الهجمة بشكل سليم اللعبة مش عارفة تدافع وتقف بشكل تكتيكي محترم بعيد احنا بعيد 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 فوق يا جماعة كلنا نفوق يعني كلنا نقول فوقه مش يعني مش بنتقد احنا كمان كلنا نفوقه مع بعض